خطوات المرحلة الثانية من عملية إعادة التموضع للقوات الأجنبية في العراق يبدأ تنفيذها على أرض الواقع إذ أطلقت قوات التحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتحدة عملية إخلاء لسابع موقع عسكري في البلاد خلال أقل من ستة أشهر ضمن ما أطلق عليه عملية إعادة التموضع شملت العملية معسكرات وقواعد في شمال بغداد وغربها صنفت مسبقا على أنها مواقع هشة أمنيا ويمكن استهدافها بصواريخ قصيرة المدى بسبب موقعها الجغرافي آخر عمليات الإخلاء تلك معسكر بسمايا الذي تم تسليمه رسميا إلى القوات العراقية المعسكر الواقع على بعد 30 كم جنوبية العاصمة يضم قوة إسبانية وبرتغالية عاملة ضمن جهود التحالف الدولي إضافة إلى قوة أمريكية مخصصة للدعم اللوجستي والتدخل العسكري السريع مصادر عسكرية عراقية في بغداد تؤكد أن القوة المنسحبة لن تغادر العراق بل ستنتقل إلى قاعدتي حرير في أربيل وعين الأسد في الأنبار وهما القاعدتان الرئيستان للجيش الأمريكي في العراق سلسلة الانسحابات تلك تأتي مكملة لقواعد مختلفة أبرزها كيوان في كيركوك وقاعدتا التقدم والقائم في الأنبار ومعسكر قرب أبو غريف في بغداد والقصور الرئاسية والجيارة في نينوه سياسيا رأى محللون أن الحكومة العراقية تريد تقليل نقاط الاحتكاك الخطيرة وعدم تكرار سيناريو قصف التاجي في آذار الماضي الذي أصفر عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني لترد واشنطن بقصف عنيف على مواقع ومعسكرات الحج داخل العراق وفي سوريا في المقابل ترى مصادر سياسية في بغداد أن توقيت الانسحاب قبل الجلسة الثانية من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي في واشنطن والمقررة بعد أيام بمثابة رسالة سياسية لمساعدة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وتقوية موقفه أمام الضغوط التي يتعرض لها من كتل سياسية وفصائل مسلحة مرتبطة بإيران فيما يتعلق بملف سحب القوات الأمريكية